اشتركوا في القناة الاربية الاصيلة يتقدم وينطلق هذا الشوط يحمل الاسماء الممتازة والتحديات المميزة ينطلق شوطنا الثالث المخصص لفيته البكار اللقاية لشعاراتي اصعاب السمو الشيوخ ومن له الرغبة من ابناء الغبايل فباب المشاركة مفتوح لجميع الحاضرين مباشرة مع المسك اللي تتقدم على المركز الاول لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راجد المكتوم ومحمد بن عبدالله بن حميدان من يقدم ويتابع المسك على المركز الاول المركز الثاني هناك القادمة والواصل الشايبة الواصل الشايبة على المركز الثاني لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راجد المكتوم محمد بن عبدالله بن احمدان من يقدم الشايبة ويتابعها مع المركز الثاني المركز الثالث وصول وتقدم من غبل باروت اهلال بن سعيد بن اهلال الظاهري من يقدم لنا باروت على المركز الثالث والمركز الرابع الوصول والقدوم بهذه اللحظات من غبل الواصلة والقادمة ايضا الصريدية العلي بن عبدالله بن سعيد بن راشد الجابري يقدم لنا الصريدية وايضا فزع دياب بن محمد بن راشد بن معدن الاكتبي يقدم لنا فزع القادمة بكل غوة وايضا الوصول مع الضبي سيب بن سالم بالضبيع الاكتبي يقدم لنا الضبي الحاضرة بهذا الانطلاق المميز وايضا وصول وتحدي من غبل جميرة سيب بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري يقدم لنا جميرة الواصلة بالتحدي وبالإذارة على المركز السابع المركز الثامن صواب عبدالعزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي يأتي مع صواب يأتي مع صواب المركز الثامن أو المركز التاسع وصول وتقدم بهذه اللحظات من قبل الراشدية خميس بن طارش بن مبارك بالقوبع والمركز العاشر أختم الندى مع انطلاق سودا سعيد بن أحمد سعيد بن محمد بن أحمد بن رفيعة يأتي على المركز العاشر هذه الأسماء المتقدمة وهذه الشعارات الحاضرة بهذا اليوم الحاضرة بالتحدي في هذا الشوط المميز الباحث عن الفوز والانتصار ولكن المسك بعدت المسافة انفردت عن جميع المشاركين انطلقت مع المركز الأول بعدت المسافة على المركز الأول على بداية التحدي ولثار المركز الثاني الشايبة على المركز الثاني يقدم أيضا تحمل شعار سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب محمد بن عبد الله بن حمدان من يقدم يقدم لنا أيضا الشايبة على المركز الثاني المركز الثالث وصلت جميرة سيد بن عبيد بن حميد بن عبد ألم هيري يقدم لنا جميرة على المركز الثالث المركز الرافع وصولا وتقدم بدت أيضا النشمية علي بن جمعة بن سبت السويدي يقدم لنا النشمية على المركز الثالث والمركز الرابع والمركز الخامس الواصلة تحمل شعار بالضبيعة تحمل شعار بالضبيعة الحاضر بالتحدي سيب بن سالم بالضبيعة الكتبي يقدم لنا الضبيع على المركز الخامس والمركز السادس صواب عبد العزيز بن كليب الكتبي يأتي مع صواب على المركز السادس المركز السابع وصلت وتدخلت بهذه اللحظات من الصريدية العليب العبدالله بن سعيد بن راشد الجابري يقدم لنا الصريدية على أيضا المركز السابع والمركز الثامن فزع الذي يا بن محمد بن راشد بن معدن الكتبي يقدم لنا فزع الحاضرة بالتحدي وبالإثارة الباحث عن الفوز والانتصار الأسماء الغاتمة ولكن عودتنا إلى المسكة إلى المركز الأول إلى التحدي وإلى الإثارة إلى المركز الأول إلى بداية التحدي المميز مع بداية الانطلاق الأول المسكة 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 تحمل شعار سموش ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبدالله بن حميدان ألف لوس يقدم يقدم لنا هذا الاسم يتقدم على المركز الأول يتقدم مع هذا الشعار المميز يتقدم مع هذا الشعار الذي صال وجل في جميع ميادين السباقات وحقق الإنجازات ضاف الإنجازات إلى السجلات المشرفة لهذا الشعار المميز مع بداية هذا الشعار شعار سموش ماجد بن محمد بن راشد المكتوم هنا يتابع هذا الشعار يتابع المسكة المحمد بن عبدالله بن حميدان لفلاز هي ركز يا أبو عبدالله ركز المركز الثاني وصول وتقدم أيضا من قبل الشايبة 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 تأتي على المركز الثاني لسيدي سموشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبدالله بن حميدان من يتابع شعار سموشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولكن المسكة المسكة والعصافة لبطان المسكة منذ البداية وهي تسيطر على المركز شوف للمركز الثالث النشمية علي بن جمعة بن سبت السويدي يقدم لنا النشمية يقدم لنا النشمية ولكن البداية الأولى الانطلاق الأول مع بداية التحدي راحة المسكة راحة المسكة مع الفوزي ومع الانتصار مع الفوزي ومع الانتصار هنا مع المركز الأول مع شعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبدالله بن احمدان ولكن الغاتمة وصلت 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 أيضا الشايبة 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 تأتي على المركز الأول الشايبة الشايبة هنا في ريعان الصبا الشايبة وهي في ريعان الصبا راحت بالفوز راحت بالانتصار بشعار سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم مشكور يا محمد يا بن عبدالله يا بن احمدان مشكور باسم الجمهور النقطة الثانية النقطة الثانية لهذا الشعار والشايبة الشايبة سلام سلامني الشايبة سلام سلامي على العرض المميز سلامي على الاتاء الرائع والجميل المركز الثاني وصلت على المركز الثاني اللي هي النشمية علي بن جب عبدالزبت السويدي المركز الثالث وصلتنا على المركز الثالث هناك الغادمة على المركز الثالث اللي شعصواب عبدالعجز بن سيب بن كليب يكتب المركز الخامس او الرابع وصلت اسمو الشيخ ماجد بن محمد برايد المكتوم المركز الخامس اللي هي ايضا الصريدية علي بن عبدالله بن راشد الجابري التوغيد سبع دقائق اثنين واربعين سبع دقائق وتسعة واربعين ثانية تهانينا وناموس لسي اسمو الشيخ عمدان بن محمد برايد المكتوم المكتوم المحمد بن عبدالله بن حميدان من قدم وتابع الاسم المميز اللي هي ايضا الشايبة اللي حققت الفوز والانتصال